تُعارض وزارة الصحة إزالة الملصقات الحمراء عن المنتجات الغذائية في ظل ارتفاع نسبة المصابين بالسكر في الفترة الأخيرة على عكس وزارة الاقتصاد فمن خلال مناقشة عقدتها اللجنة الوزارية حول تكلفة المعيشة طرحت وزارة الاقتصاد فكرة السماح للمصنعين والمستوردين بعدم وضع علامة على المنتجات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو الدهون هذا موضوع مستهجا جدا أن تقوم وزارة الاقتصاد التي هي المفروض من الاعتبارات الأساسية لوزارة الاقتصاد هي سلامة الجمهور وتحفيز الجمهور على عدم استعمال المواد المضرة بالصحة الأمور التي تضر بالصحة حتى على المدى الاقتصادي لها تدعيات اقتصادية سلبية على المدى البعيد لأن المجتمع عندما يمرض بالتالي يكلف خزينة الدولة بمدى البعيد أموال كثيرة وهذا موضوع مستهجا حتى إذا أخذنا الاعتبار الاقتصادي في الاعتبار لأنه هذا هو ما يهم وزارة الاقتصاد والأسف يبدو أن وزير الاقتصاد نير بركات كرجل أعمال وله علاقات مع شركات مختلفة اعتباراته هي اعتبارات شخصية ومصلحية بالضرورة وبالتالي هذا ما يؤدي إلى اتخاذ مثل هذا القرار مستهجا ما هو جيد لأوروبا مفيد لنا هذا ما صرح به وزير الاقتصاد نير بركات لإزالة الملصقات التي تعود لصالح الكطاع الاستيرادي والمصالح الشخصية دون النظر إلى الأضرار التي ستحارب كطاع الصحة فبعد إلغاء الضريبة على المشروبات المحلاء تدفع الصحة ثمن ضريبة أخرى مما تدفع حياة مرضى السكر للخطر حسب كيف وزارة الصحة أوسط قبل فترة أنه منع كل المشروبات اللي فيها سكر أول شي منع تتواجد بالمدارس المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ثاني إشي المشروبات الغازية اللي برا أو العصائر حتى يعني لو أنه الناس بتعرف كدهش نسبة السكر فيها أكيد ما رح ينشربوها المفضل يعني أنا حسب رأي كنصيحة إحنا بنحكي يعني الرفقاء المزبوطة هو الإنسان يتواقع يعني أفضل إشي الواحد يشرب طبعا عصائر طبيعية الشاي زهرات شغلات عن شكل إذا فيش إمكانية عصائر طبيعية الفواكه نفسها أو الخضار أو كذا هو بيسد فيه كل كمية الفيتامينات واللي هي حتى موجودة بطريقة أحسن ومخزنة بطريقة أحسن من ما يكون عصير نسبة السكر في العصير وفي المشربات الغازية عالي جدا يعني بكل كاس تقريبا فيه ست معالك طبعا هذا الإشي لازم توضيحه ولازم شرحه ولازم يكون مكتوب على العبوات وعلى الكنانة اللي الناس تعرف حالها سيتم الاستيراد إلى إسرائيل وفقا للوائح الأوروبية التي لا تطلب وضع العلامات على الملصقات نظرا لأن المصنعين المحليين في إسرائيل ملزمون بموجب القانون بنشر الملصقات الحمراء على العبوات لعدم التمييز بين المنتجات إذ اتخذت الحكومة مثل هذه الخطوة فمن المرجح أن يدق ناقوس الخطر في الكطاع الصحي وخاصة عند مرضى السكري والسرطان